مع المتظاهرين وضدهم في آن واحد يتدخل حينا ويصمت حينا آخر متناقض ومثير للجدل زئبقي ومتقلب لا رأي ثابت له ولا يعرف بالضبط ماذا يريد هي جملة من الأوصاف أطلقت على مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق نظرا لمواقفه المتأرجحة تجاه تظاهرات ثورة التشرين منذ انطلاقها أواخر العام الماضي تناقضات الصدر عادت لتطفو على سطح المشهد لا سيما بعد أحداث كربلاء الأخيرة وما رافقها من اعتداء على المتظاهرين السلميين وطردهم من العتبة الحسينية فغرد مهاجما المتظاهرين بأشد العبارات وحرض العشائر والقوات الحكومية على قمعهم ليعود الصدر بعد تلك الهجمات ويعلن بثوب الناصح عن وضع 12 شرطا للتظاهر لم تخل من التهديد لمن لا يلتزم بها شروط أعلن متظاهر ساحة التحرير في بغداد وباقي المحافظات رفضها مؤكدين أن الفتنة الحقيقية تكمن في التحريض على الاعتداء على المتظاهرين تحت مسميات مختلفة وغض الطرف عن قتل المئات وجرح واختطاف الآلاف منهم في مقابل إلقاء اللائمة على المتظاهرين دون سواهم ومحاولة التحكم حتى بهتافاتهم وما حدث بالأمس القريب على يد ميليشيا القبعات الزرق التابعة للصدر في بغداد والنجف ليس ببعيد ويتفق أغلب الشباب المتظاهر ضد الفساد والمحاصصة الطائفية على أنه لا مصلحة للصدر بالوقوف في صف التظاهرات الشعبية كما يزعم إذ أنه شريك أساسي في العملية السياسية وله يد في تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وإلى اليوم كما أن للصدر كتلة برلمانية هي الأكبر في انتخابات عام 2018 وتستحوذ على حقائب وزارية كما أنه زعيم لميليشيا خرجت من عباءتها ميليشيات أخرى بأسماء مختلفة تورطت بقتل الكثير من العراقيين ومنهم المتظاهرين أبرزها ميليشيا العصائب بزعامة شريكه سابقا قيس الخزعلي ومع ذلك يدعي الصدر الإصلاح زاعما أنه يتظاهر ضد الفساد مزاعم مقتدى الصدر ومواقفه المتناقضة رد عليها متظاهر ثورة تشرين منذ الأيام الأولى لانطلاق الثورة